موسيقى قريش رأت أن أبا طالب قد رحل وبقي رسول الله لوحده وهو ينتشر وتعاقد على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن لابد من كل قبيلة ومن كل بطن يأتي رجل لماذا؟ لكي يضيع دم النبي بين القبائل والعشائر وبن هاشم لا طاقة لهم على أن يقاتلوا كل القبائل والعشائر فيرضون بلدية شوف الدقة وين اتفقوا على ذلك هنا الله أخبر نبيه صلى الله عليه وآله ذيك الليلة النبي قال لبني هاشم لا يخرج منكم أحد ثم جاء إلى علي عليه السلام وقال له لقد أخبرني جبرايل أن قريش تريد قتلي وأمرت أن أهاجر من مكة المكرمة وأريدك أن تنام مكاني فقال علي عليه السلام يا رسول الله أو تسلم أنت أنت تكون في أمان؟ قال بلى فسجد علي عليه السلام شكرا لله قال يا علي إنما منزلتي ومنزلتك كإبراهيم وإسماعيل عندما عرض إبراهيم ولده إسماعيل للذبح قال يا رسول الله إذا أنت تسلم ما عندي مانع فهنا النبي الأكرم تحرك للخروج قريش أحاطت ببيت النبي ببيت عبد المطلب هنا يقول البعض أرادوا أن يهجموا ليلا قال أحدهم لا تهجموا ليلا لماذا يبررون لكي لا تعيب العشائر والقبائل يقولون هجموا على بنات عمهم للنساءكم بالبيت ننتظر الصباح لا مو هذا الأمر أرادوا أن يكون الصباح حتى يضربوه ضربة رجل واحد في واضح النهار ويضيع الدم لا يقولون فلان قبيلة قتلة وفلان عشيرة قتلة لا من هنا انتظروا إلى الصباح خرج النبي صلى الله عليه وآله وبيده شيء من التراب وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ونثر التراب عليهم ومر من أمام أعينهم ولكن شاءت إرادة الله أن لا يرون رسول الله وعلي نائم في برد رسول الله في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصباح عند الصباح أرادوا أن يوقظوه عند الفجر فصار يرمون الحجارة تلوى الأخرى ثم دخلوا علي بن أبي طالب كشف عن وجهه نظروا إليه وإذا هذا علي بن أبي طالب قالوا ويحك لقد ظللتنا أين فلان وسموا رسول الله صلى الله عليه وآله بإسمه قال أوجعلتموني عليه حارسا قالوا إلى أين مضى قال ألم تريد أن يخرج من بلادكم فقد خرج من بلادكم انتهى شوية دقل النبي الأكرم خرج جاءوا بالقائف والقضية المفصلة علي النائم الله صار يفاخر بين الملائك قال لجبرايل ولميكائيل قد جعلت عمر أحدكما أكبر من الآخر فمن منكم حاضر أن يتنازل عن شيء من عمره إلى الآخر فكل أراد العمر لنفسه قال هل لا كنتما كعلي بن أبي طالب ضحى بنفسه وعرض بنفسه إلى الموت والقتل والخطر من أجل ابن عمه ومن أجل نبيه فنزل جبرايل تقول الرواية وميكائيل أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه بخن 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 لك يا علي إن الله يباهي بك ملائكة السماء النبي وصل إلى غار الثور وإذا نزلت عليه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نزلت في حق علي بن أبي طالب ولكن الحقد والعداء واحد جاء يقول هذه الآية نزلت في حق صهيب ورأيت رأي يقول هذه الآية نزلت في حق عبد الرحمن بن ملجم شوف وين العداء وين يقول له ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد فمبيت ليلك في فراشه والعداء تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة وكفيت ليلته ونمت معرضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدة واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر